لم يقتصر هذا المشهد على العاصمة الخرطوم لوحدها بل طال أم درمان والدبعين وسينار وغيرها من المدن السودانية كل المتظاهرين وحدوا شعاراتهم ومطالبهم الهادفة إلى إبعاد الجيش عن السلطة وتعجيل بإقامة دولة مدنية أيوة إنه نحن نظل مقاومين ورافضين بكل أدوات النضال السني إلى أن تسقط الحكومة الإنقلابية ونستعيد الانتقال الديمقراطي في طريق الصح اتفاق حمدوك والبرهان لا يعني الشارع في شيء بل زاد القبن زيادة ندد المتظاهرون بالاتفاق السياسي الموقع في الواحد والعشرين من الشهر الماضي بين الجيش ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك واعتبروه غطاءا لسطوة الجيش على مقاليد السلطة لكن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان جدد في آخر خرجاته الإعلامية أن انسحاب المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي رهين بنهاية الفترة الانتقالية عندما تأتي حكومة منتخبة أظن الجيش أو القوات المسلحة والقوات النظامية كلها ليست لديها مشاركة في الشأن السياسي حتما هذا هو ما توافقنا وتوافقنا عليه وهذا هو وضع الطبيعي ويعيش السودان منذ غشت 2019 فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليوز 2023 ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاقا لإحلال السلام